موسيقى مشاهدين اهلا وسهلا بكم الى نشرة الاخبار من قناة الاخبار المغربية احالة الفرقة الوطنية لشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثمانية اشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني ذكر ان المعطية الخاصة بالبحث تشير الى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة اجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غيطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين الى اصر معوزة وقد تم اخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت اشراف النيابة العامة المختصة قبل ان يتم تقديمهم امام العدالة بحيث تقررت متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح في موضوع اخر نوهت ستيرة اسرائيل بالارجنتين سيدة غاليت رونين بالخطوات الكبرى التي تم قطعها في اقل من سنة في العلاقات بين المغرب واسرائيل على اثر التوقيع على اتفاقات ابراهام السيدة غاليت شارت في هذا الصدد في حوار خاصة به وكالة المغرب العربي للانباء الى الاشتماع الاخير الذي التأم بصحراء النقب والذي ضم وزراء خارجية اسرائيل والولايات المتحدة والمغرب والامارات والبحرين ومسر نتابع تصريحة ديبلوماسية الاسرائيلية نحن سعداء للغاية بالتوقيع على اتفاقات ابراهام لقد تحقق الكثير في ضرف وجيز وتم تنظيم زيارة بين مسئولي البلدين الاكيد هو انه عندما نرسي جسور التعاون نخرج افضل ما لدينا لتحقيق التكامل بيننا في اسرائيل هناك عدد كبير من الاسرائيليين ينحضرون من جدور مغربية وهناك يهود ما زالوا يعيشون في المغرب الى يومنا هذا التعاون ممتاز وتجمعنا الكثير من القواسم المشتركة وبتعاون الى استعاون افضل اطلقت شركة الطيارة بنتر منخفضت التكلفة ومقرها جزر الكناري خطا جويا دوليا بين مطاري كناريا الكبرى ومدينة قلميم بواقع رحلتين في الاسبوع طائرة تابعة للشركة حطت السبت بمطار قلميم ايذانا بالانطلاق الرسمي لهذا الخط الجوي الجديد تفاصيل اكثر مع وليد حميدي علوي اطلقت شركة الطياران الاسبانية بنتر منخفضة التكلفة ومقرها جزر الكناري خطا جويا دوليا بين مطاري كناريا الكبرى ومدينة قلميم بواقع رحلتين في الاسبوع نأمل ان يتعزز هذا الربط الدولي المطار في المستقبل القريب بخطوط دولية اخرى من شأنها تعزيز الحركية السياحية بجهة قلميم وادنون التي تزخر بمؤهلات سياحية وعيدة هذه اول رحلة تحمل 14 راكب الآن نظرا لدخول شهر رمضان هو قليل ولكن ان شاء الله ستكون ان شاء الله عكسات ايجابية وحطت طائرة تابعة للشركة بسعة 72 مقعدا وعلى متنها 14 راكبا بمطارق الميم وذلك حوالي الساعة الحادية 10 والنصف إذانا بالانطلاق الرسمي لهذا الخط الجوي الجديد بفضل الدعم الذي لمسناه من طرف عدة فاعلين بالجهة تم اطلاق هذا الخط وقد عملت الشركة منذ مدة من أجل اطلاق هذا الخط الجوي لينضاف إلى خطوط جوية أخرى بمدن مغربية إحداث هذا الخط هو جاء أولا تعزيزا العلاقة والصداقة بين الحكومة الصحب الجلالة وحكومة مدريد وإيضا بعد التحسين العلاقة الدبلوموسية والحمد لله يندرج في إطار تشجيع الاستضمار وإيضا تعزيز الخطابات القرب للساكين الوادنية وسيؤمن هذا الخط الجوي الجديد رحلتين في الأسبوع ذهابا وإيابا بين حاضرة جهة قلميم وادنون وجزيرة كاناريا الكبرى وذلك يومي الأربعاء والسبت جرى الإعلان عن تأسيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية السويسية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط تم خلاله تحديد أهداف المنتدى خاذجة شاكري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية السويسية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط جرى الإعلان عن تأسيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية ويعتبر تأسيس المنتدى ثمرة لـ 11 سنة من العطاء انطلقت من قبل جمعية منتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية اليوم نصل تتويج في إطار تفعيل التوجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول التعاون جنوب جنوب العودة المغربية القوية للقارة الإفريقية ومساهمته في التنمية خلال هذا اللقاء التأسيسي تم تحديد أهداف المنتدى الإفريقي للتنمية من بينها التنصيق بين الأكاديميين والباحثين الأفارقة في أفق تأسيس منظمة نولية غير حكومية تسهم في تعزيز البحث العلمي الإفريقي إلى جانب إنجاز الأبحاث والدراسات حول التحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية ومجموعة من المجالات الأخرى دولياً قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم الاثنين إن هناك حاجة إلى فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا وإن ثمت مؤشرات واضحة على أن القوة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية وأبلغ ماكرون إذاعة فرنس انتاغ ثمت أذلة واضحة جداً تشير إلى وقوع جرائم حرب من المؤكد بصورة أو بأخرى أن الجيش الروسي مسؤول عن جرائم القتل في بوتشا وأضاف الرئيس الفرنسي ما حدث في بوتشا يتطلب مجموعة جديدة من العقوبات وإجراءات واضحة للغاية إلى الصين حيث توجه آلاف المهنيين الصحيين من عدة مناطق في البلاد لشانجهاي خلال الأيام الأخيرة للمساهمة في الجهود المبذولة للحد من جفش فيروس كورونا في هذه المدينة الكبرى التي تعد المركز الاقتصادي والمالي للبلاد تقرير حمزة الخضر أكثر من عشرة آلاف طبيب وممرض وغيرهم من المهنيين الصحيين من مناطق مختلفة في الصين وصلوا على متن عشرة قطارات سريعة إلى المدينة الكبيرة التي يقتنها 25 مليون نسمة والتي تواجه حاليا ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات بكوفيد 19 لجنة الصحة ببلدية شانجهاي ذكرت أن بعض الفرق الطبية تعمل بالفعل حاليا في مستشفيات مؤقتة وعلى استعداد لاستقبال حالات متوسطة وحالات إصابة بدون أعراض وهناك أكثر من 650 عاملا طبيا من مقاطعة أنوي يعملون مع فريق طبي محلي في مستشفى مؤقت في حي تشونغ مينغ والذي يضم أكثر من 2700 سرير من جانب آخر تخوض السلطات والموردون في شانجهاي سباقا مع الزمن لضمان الإمدادات اليومية للسكان في ظل الإغلاق المؤقت على مرحلتين للحد من التفشي الأخير لعدو كوفيد 19 من الصين إلى الولايات المتحدة حيث قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون جراء إطلاق نار في مدينة سكرامينتو بولاية كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد وفق ما ذكرت الشرطة وقالت قائدة شرطة سكرامينتو كيثي ليستر إنه عند نحو الساعة الثانية صباحا حصل عراق كبير في وسط المدينة قبل سماع أعيرة نارية وعثر المحققون على ما يقل عن سلاح واحد مصروق في مكان الواقع مؤكدين أن أشخاصا عدة أطلقوا نار خلال الحادث تجتمع المحكمة العليا في باكستان اليوم الاثنين من أجل البث في مصير رئيس المزراء عمران خان وذلك بعد أن عرقل حزبه التصويت على حجب الثقة وحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإضاحة بها وخسر خان نجم الكريكت السابق أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي وكان يواجه اقتراحا بحجب الثقة تقدمت به المعارضة أمس الأحد إلى سيريلانكا حيث نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر أبنية السلطات أوقفت ما لا يقل عن ستمائة وأربعة وستين شخصا لخرقهم قانون حظر التجول الليلي وذلك بعد يوم واحد من إعلان فرض حظر تجول لمدة ثلاثة أيام إثر اندلاع احتجاجات حاشدة في العاصمة كولومبو وسط استياء شعبي متزايد من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ ثلاث سنوات حمزة الخضر ومزيدا من التفاصيل أكثر من ستمائة شخص جرى اعتقالهم في سيريلانكا لخرقهم قانون حظر التجول وفق ما ذكرته صحف محلية سيريلانكا كانت قد أعلنت فرض حظر تجول لمدة ثلاثة أيام وذلك بعد اندلاع احتجاجات حاشدة في العاصمة كولومبو وسط استياء شعبي متزايد من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ ثلاث سنوات الرئيس السيريلانكي أعلن حالة التوارئ على مستوى البلاد لضمان السلامة العامة والحفاظ على النظام العام وقال في بيان بهذا الخصوص إنها ضرورية للحفاظ على النظام العام والموارد والخدمات الأساسية وتشهد سيريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة انقطاعا مستمرا للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة في اليوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لتأمين النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود كانت هذه آخر مواد نشرتنا تفصل وأوفى عن أخبار المغربي والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله